مرحبا و اهلا و سهلا بكم و السلام للجميع اليوم نحكي كتير سؤال بجينا عن الهجرة و يا جماعة بدنا نروح ندرس في كندا مدامكم بتحكوا انه اول الطريق للهجرة الى كندا اللي هي الدراسة الدراسة تصريح عمل ثم الهجرة عشان هيك خليكم معاي عشان احكي لكم كيف ممكن تيجوا على كندا بفرص ممولة كاملة من الجامعات خلينا معكم طبعا هذا الفيديو برعاية 365 350 international education and immigration service هدول بساعدوكو ناس رائعين موجودين في تورونتو بساعدوكو بالحصول على قبول اذا ما قدرتوا تحصلوا على منح بساعدوكو بتقدموا على الستادي بيرمينتو على الفيزا تواصلوا معهم ناس اطيب من هيك الله ما خلق واكيد رح يساعدوكو سلام ورجعنا لكم في حلقة جديدة كثير بسألوا قاعدين نفس السؤال زي ما حكينا انه كيف بدنا نحصل على فرص دراسية احنا حكينا من احد افضل طرق الهجرة الى كندا اللي هي الحصول على دراسة وبعد الدراسة بعد ما تخلص الدراسة اللي ممكن تتقدم لتصريح عمل وبعد تصريح العمل بسحل لك تتقدم على الستادي بيرمي او الشو اسمه الاقامة الدائمة هذا الموقع اسمه فرصة هو موقع عربي لو كتبتم فرصة منح فرصة رح يطلع لكم واضح اللي هو 49A.com 49A.com اوكي خلينا طبعا بدك تسجل هون دايما عشان يعطيك كل طبعا بنروح الان على فئة المنح الفرصة والمنحة وبتقدر تحط اللي بدك اياه اوكي ممكن تحط منح او ممكن تحط احنا نحط كل شي فئة الفرصة حطينا الدولة كندا اذا بدك تخصص جنسية تبعتك تقدر تحط تعمل او اندر زي ما انتم شايفين في سبع فرص هون موجودة في تدريب مدفوع الاجر للسعوديين في منظمة او متاكس يعني هذا اذا انت مش سعودي ما تقدر تقدم له اذا انت السعودي بتكون فرصة جيدة تدرب ويدفعو لك في هون منح باكالوريوس في جامعة بريتش كولومبيا في هون مسابقة تصميب كوخ تدفئة او تركيب ممول بقيمة 16.5 الف دولار للتصميم زمالة ممولة للباحثين ما بعد الدكتوراه زمالة ممولة للباحثين ما بعد الدكتوراه اذا معك دكتوراه مثلا في احد التخصوصات ممكن تدخل على هذا فرصة تدريب عملي في شركة بي ان جي شركة كبيرة في التكنولوجيا فرصة تدريب عملي في مجال مبيعات برضو بي ان جي وهون فرصة تدريب في سلسلة التوريد في كندا في بي ان جي بي ان جي شركة كبيرة ومشهورة بتعمل كتير منتجات وممكن ان يتفاول خلينا نروح نشوف هذه المنح المنح بكالوريوس اوكي طبعا الوقت هلا احنا في في اخر سبتمبر الوقت سيء جدا لتتبع المنح المنح دايما تطلع في يناير فبراير مارس لانه هذا الوقت اللي بتتقدم فيه هذا افضل وقت ولكم تتقدموا للمنح طبعا هذا اخر موعد للتقديم شايفين شهر واحد شهر واحد الفين وعشرين اه بحكي لك انك اه قبول بكالوريوس للطلاب الدوليين الذين التحقون ببرنامج بكالوريوس جدا ويتلقى طبعا معظمهم بدهم لغة يا جماعة فلازم تكون عندك شوية لغة في بعض المنح اللي بتعطيك لغة وبكالوريوس اه طبعا هذه للطلاب الدوليين الانترناشنال ستودنس اه اللي هو معظمنا بدنا نفكر فيها اه لازم يكونوا جدد على جامعة يعني ما كانوا دارسين عليها قبل هيك اه يجب ان يكونوا طلاب دوليين سيدرسون في جامعة كولولوبيا بتصريح دراسي بسخدام تصريح دراسي مش يعني اه سكان كندا طبعا كل هاي الشروط تقرأها اللغة الانجليزية سايفين حطينها بالله هذا هي لغة التدريس في جامعة لوجه يجب على على تميع الطلبة المحتملين اثبات الكفاءة في اللغة الانجليزية قبل القبول يعني لازم يكونوا معك اللغة اللي فشد حيلك من هون لشهر واحد طبعا ما بيحكي احنا هاي ممكن يكون في غيرها طبعا اه جامعة برتش كولومبيا يمكن ثالث او رابع عرق جامعة في كندا من افضل الجامعات اه في تخصصات رائعة جدا كتير اه هون الجنسيات المطلوبة تقريبا كل الجنسيات العربية اه كل الجنسين اه اه للباكالوريوس تمويل جزئي بدك تنتبه هاي تمويل جزئي معناها بس للدراسة يعني انت بدك تعيش من 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 مصاريفك اه تصرف على نفسك هاي ممكن تشتغل ممكن اهلك يبعتولك ممكن يكون عندك شوية مدخرات تجي تصرفهم اه تغطي المنحة الرسوم الدراسي زي ما حكينا لكم في كندا لازم ترسل السيرة الداتية باللغة الانجليزية طبعا رسالة الحافز او ريكمنديشن لتر من الناس بتعرفهم او بعرفوه كويس اه سوري الامور لازم ترسلها جميع التخصصات اخر اشي لازم يكون معك ثانوية عامة واللغة المطلوبة انجليزية طريقة التقديم طبعا بتروح هون هون بقول لك سجل عشان هيك لازم تكون مسجل وبتكمل الاجراءات بعطيك اللينك اللي بتروح عليه وكان الله بالسر عليم وان شاء الله نراكم قريبا ويعطيكم الف عافية اذا اعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير ما اصطر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة